نبقى في العراق ونتوجه الآن إلى أربيل ونرصد أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مرسلنا غسان خضر مساء الخير غسان وألا نسلم بك معنا موضوعنا الأول عن عودة الحديث عن الأموال المهدورة والفساد فما الذي شغل العراقيين بهذا الموضوع اليوم نعم نديم بالأمس كان هناك تصريح لرئيس الجمهورية العراقي قال بأن حجم الأموال التي هدرت في العراق منذ عام 2003 حتى الآن بلغت ألف مليار دولار هذا التصريح أثار موجة من التفاعلات الأوسار للتواصل الاجتماعي وأيضا على ما يبدو هناك حملة تريد أن تطلقها الحكومة لمكافحة الفساد البعض يعني يشكك في ذلك ويقول بأن التزامن هذه الحملة مع الانتخابات أيضا ربما لا يعني جديد الحكومة فعلا في استرداد الأموال المنهوبة نبدأ في هذا الموضوع ندين نبدأ من المحنل السياسي العراقي أحسان الشمري الذي يقول يقول الشمري إن 150 مليار دولار هربت خارج العراق كسفة فساد وتواطع وتواطع الأغلب على الصمت عنها الشمري يعتبر أن دعوة الرئيس العراقي لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد إجراء صادق لاستعادة ما نهبته قوى الفساد التقليدية حسب قوله أيضا ندين مصطفى يعلق على نفس الموضوع بالقول بأن كلام رئيس الجمهورية العراقي عن ضياع مليار دولار جاء متأخرا يضيف بأنه يبدو أن الرئيس فاتته فكرة مطالبة المواطنين بإعادة المبالغ لخزينة الدولة حسب قوله الصحف العراقي عدمان الطائي يقول بأن الفساد مرتبط بالطبقة السياسية الحاكمة للبلد وهي تعتاش عليه وتتقوى به وعليه يقول الطائي بأنه يستحيل إطلاقا القضاء على الفساد في ظل وجود الطبقة السياسية الحاكمة يضيف أيضا بأن القصة ليست في غياب التشريعات وإنما في أحزاب السلطة التي أدمنت السرقة واحترفتها ولن يوقفها قانون أو دستور حسب وصفه كفاح محمود السياسي العراقي أيضا يقول بأن يعلق على نية الحكومة باسترداد الأموال المنهوبة بالقول بأنها دعاية انتخابية وواقع الحال سيحيل هكذا مشاريع إلى أمنيات صعبة التحقيق يتم استثمارها انتخابيا كدعايات وشعارات لا وجود لها فعليا على الأرض يعني كما أشرت نادين كثير من المتابعين يشككون في جدية الحكومة فعليا في استرداد الأموال المنهوبة منذ عام 2003 حتى الآن ووقفتنا الثانية معك دعوات الاحتجاجات شعبية تجوب البلاد غدا تحت شعار مسيرات الخامس والعشرين من أيار كيف يبدو الزخم الحشد لهذه المظاهرات يوم قد نادين هناك زخم كبير وهناك تحشيد لتظاهرات الغد التي أيضا سوف تحمل اسم من قتلني ويحتاج فيها المتظاهرون على اغتيال الناشطين في العراق وأيضا المشاركين في الحراك ويريدون أن تكون هذه النسخة من التظاهرات العراقية ربما مختلفة عن النسخ السابقة التي لم تغير شيء كما يقولون نبدأ نادين من سامر متى الذي يدعو الحراك الشعبي الذي سينطلق غدا بعدم المفاجأة إذا ما تم تخوينه أو قمعه لأن النظام السياسي في العراق لن يتغير وما تغير هو شخص رئيس الوزراء يضيف سامر بأن المنظومة السياسية المتمثلة بالأحزاب الحاكمة وميليشياتها باقية وتتمدد حسب وصفه عباس الناصر يقول بأن غالبية الشباب الذين سيتجهون للمشاركة في الحراك لن يتمكنوا من إخبار أهلهم بالحقيقة بل سيتحججون بأنهم في زيارة لصديق أو ذهبين للجلوس في المقاهي لأن أهلهم يخافون على أبنائهم من القمع والغاز المسيلي والدخانيات والطلق الحي حسب قول عباس الصحف العراقي معا جزاني يدعو الشباب المحتجين في العراق إلى رفع شعار إنهاء الإفلات من العقاب باللغة الإنجليزية ضمن الشعارات التي سيرفعونها يوم غد يوم الخامس والعشرين من أيار أيضا رعد هاشم يعلق على الموضوع بالقول يدعو الحراك إلى تعيين متحدثين عنه لإطلاع الرأي العام والإعلام على فعالياتهم وأنشطتهم وآخر المستجدات زيد الفتلاوي نادين الذي نختم به يتخوف زيد من عواقب المشاركة في الحراك يقول بأن معارضي الحراك سيشنون حملات كراهية وتحريض ضد المشاركين في التظاهرة ويتخوف أيضا زيد أن يسقط ضحايا إذا ما مارست السلطة والميليشيات دورا دمويا في مجابهة الاحتجاج كما يقول زيد أيضا شعبيا أيضا هناك تحضير نادين للمشاركة في هذه الاحتجاجات التي سوف تنطلق غدا وأيضا هي تأتي قبيل اتجاه العراق لانتخابات أيضا هناك حديث عن تأجيلها ربما نعم سنتابع بالتأكيد تطور الأوضاع في العراق أشكرك جزيلا شكر إذن من أربيل مرسلنا غسان خضر أشكرك جزيلا شكرا